موسيقى طيب والرسالة اللي عاوزين نوصلها للمشاهدين اللي بيحضروا هذه الحلقة انه ازاي كيف اتخلص من تأثير الاساءة شو ممكن نوصل رسالة للمشاهدين احنا خايفين ان الغفران صعب لكن الحقيقة لما اطلبوا عطية من ربينا ومن الصليب هيبقى اسهل بكتير من انا خايف وارحم بكتير من المرارة الحاجة التانية احنا بشر هنغلط ويتغلط فينا فانما كانش فيه الغفران حال احنا كل شوية هنقطع العلاقات وهنكسر البيوت ونخرب الجو فلازم صمام امان للحياة ابانا اللي نيجي عنده واخفر لنا نعمل جرد ان دي رب لو فيه في قلبي حاجة احصلها بسرعة عشان انا مش عايز اخسر حياتي رجال العلاقات الرئيسية النجوزي ولادي بابايا ومامتي الناس المهمين في حياتي ودي نعمة من فوق ونساعد ربي يسوع المسيح ويقول انا عايز اجمعك وزي الدجاجة تجمع اولادك تفضل كلمة اخيرة اليك انا خايف برضو من احنا مش متعودين نعترف لنفسنا بمشاعر يعني انا مضغاز عادي انا اكبر مخي بس الحياة انا موجوع امتى يعني نفس المبتضع هتخليني انا اقول نعم انا متألم وساعات اقول الالم ده من سنين وساعات يعني احنا بننصح الناس المقبلين على الجواز ما تدخلش الجواز وانت شايل من بابا ومام لانك تدخل عرف الوزن الزيادة في الطيارة هتدفع تمن هيحصها هيينعكس على باباك الباباك هينعكس على باباك يينعكس على جوزك ومامتك هتينعكس على من غير ما فبأثر على كل نواحي العلاقات الجسدية والروحية كنيسة تتميز زمان كان القبطي مشهور انه مفرحان ويعرف يسامح اعداؤه نفسي كنيستي كنيستنا كنيسة المصرية الكنيسة في كل العالم تبقى مليانة مغفران ومسمحة